والتلاهي وكده فكت وانا بصور سنبل بعد المليون كان بداية بقى كل اللي فات ده عمالة اشتغل مصرح مصرح محنش عارفني مطلعتش في التلفزيون كان اول مسالس فكنا بنصور في طابة كان اول قافلة فنية تدخل سينة بعد تحريرها اه فانا في نويه بقى جو بقى جميل وحاجة بقى واما ادراكي ماسينة يعني فقلت ايه طب احنا احترفت التمثيل وبقى بتاع ومش عارفه بعمل ايه وبأسوي ايه في حاجة نقصاني فاكتشفت ان الرئيسني ده ان انا بقيت 34 سنة وما اتجوزتش فجأة كده فجأة اه والله اناعد مع نفسي وخدت خرار كانت العيلة نقصك عيلة يعني اللي هو من احساس العيلة الكبيرة نفسها اعمل عيلة صوارة اه فحتى فكر طب اه يعني ايه في كل اللي عرفتهم يعني في خلال حياتي وبتاعه وكده مثلا انا بس ده عصبية قوي مش عارف ايه اصلا اهتمة متى غير اهتمة اصلا اطول مني اصلا صوتها عالي اصلا فروحت ايه جايب ورقة ورقة فلوسكاب كده ايه وكتبت ايه يعني ايه ملامح الزوجة او الشروط يعني انا عايزها في الزوجة بتاعتي وروحت كاتب بوينتس كتير اوي نقط كتير اوي اللي اه انها ما تبقاش تبقى سنها مقارب لسني ايوا مستوى العلمي والثقافي مقارب ليا ايه ما تكون تبقى فطولي او اقصر مني ايه مش عارف القوام ما تبقاش تخينة مش عارف ايه حاجات كده حتى هجص يعني ايه كل المواصفات الخارجية والمواصفات الداخلية وبعدين وبدأت ادور على عروسة بالمنطلق ده نسيت كل اللي عرفتكم في حياتي وبدأت ايه عايز اتجوز بالشكل التقليدي كويس فجأة اللي هو زي ما بويا اتجوز وكده لكن ما روحتش عند الخط با قلت له خدي الورقة دي لا لا مش للدرجة دي لا الورقة دي احتفاصت بيها سر اه كان مرات اخويا كبير ربنا اديها الصحة ايه بتدورلي بقى مراتات اخواتي يدورولي بدا وبعدين ادخل اخطبالك اخرج اراجع الورقة لا الشرط ده مش موجود لا الشرط ده مش موجود اه انسحب وانسحب بقى ايه بصعوبة وعد اجيب العب فيها وعشان مسألة محرجة جدا لغاية مقابلت امراتي مع خالها بالصدفة والله مدام نجو انا اول ما شفتها قلت ايه الست دي هتبقى امراتي يا سبحان الله وفعلا اتجوزنا والحكاية كلها تمت في تلت طوش واعد بقى وعد وقت كده ايه وبعدين بقلب كده في الدفاتر اللي كنت معا ده اكتب فيها لقيت الورقة لقيت الورقة فببص في الورقة كده الورقة الشروط اللي انا كنت ماشي بيها عمال ادور بيها لقيتها مراتي تقريبا مفيش ولا شرط من اللي انا كده كده برضو انا قلت دي هيتم يعني ايه لا ما انت عجوف ده حب بقى قلت كنت محدد انها تبقى اصغر مني بسنة اثنين ايه مراتي اصغر مني بثلتتاشر سنة كنت محدد انها لازم تبقى فطولة واقصر مني مراتي اطول مني كنت محدد انها مش عارب ايه بس ربي نستر ما تزعل شي انها تبقى مراتي عصبية شوية يعني ايه فبصت قلت سبحان الله يعني الحب غلب سبحان الله سبحان الله سبحان الله فعلا والاسم والنصيب الاسم والنصيب والحب انت حبتها من اول نظرة اه شفتها قلت دي هتبقى مراتي وراغ ببص في التلت تشهر دول ممكن اختلافنا ساعات في كلامه بتاع انما الحكاية ماشية الحكاية ماشية 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 اه ودنوقتي مقالي 27 سنة اه ماشاء الله اه دي كان بداية تكوين العلمة السوائلة انت بقى خارج من العيلة الكبيرة الاساسية خدت ايه من العيلة دي عشان عايز تزراحها عندك في عيلتك او تأسسها اه والله حلو اللي تريدها مهم اوي انا تسارت جدا بتركيبتهم ابويا الله ارحمه ارحمه كان سايب لومي ادارة البيت الستات يبدو انهم في الادارة بالفطرة اه فعلا فعلا اه مميزين عن الرجالة في العكاية صحيح وانا بتركبتي بقى قال يعني فنان ايه ومشغول بالأدوار ايه وممكن اجي للواحي فاكتب حاجة وبتاع قال يعني يعني فايه عايز على طول ابقى في ايه مش عايزة نشاغل بقى بمشاكل البيت ايه قص عايزين نجيب كذا عايزين نزود مش عارب ايه فانت سبت كل المسؤولات دي اه سبت لها المسؤولات دي انت اخدته بقى من روح وطبقته واضح انه روح العلاقة اللي كانت بين سا عبدالله ايه وابويا كما كانت تناديه امي ايه كانت تقول له قال لا يا سي عبدالله والله لازم اللي درجة انا كنت فاكر ان ابي اسمه كده سي عبدالله يعني فاكر ان اسمي صلاح سي عبدالله بازم